أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين تمثل أنموذجا رائدا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأعرب الزياني بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان والذكرى العشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن فخره واعتزازه بالسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين النابع من قيمها الثقافية والحضارية العريقة والمبادرات الإصلاحية الرائدة عربيا ودوليا لجلالة الملك المعظم وثمنا تمتع المملكة بمنظومة تشريعية وقضائية وتدابير عصرية متكاملة لتعزيز احترام حقوق والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية في إطار التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستعرض سعادة وزير الخارجية قصة نجاح مملكة البحرين في ممارسة المواطنين لساء ورجال لحقوقهم السياسية كاملة عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة وتعزيز الصلاحيات التشريعية والرقبية لمجلسي الشورى والنواب وتطوير منظومة العدالة الجنائية وأضف أن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام حول موضوع حماية الأسرة وتقوية أواصرها يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء حول تمتع المملكة بقوانين وخطط والسراتيجيات عصرية ورائدة على المستوى الإقليمي في صون حقوق الأسرة والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والحماية من العنف الأسري وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وأشار إلى التزام المملكة الدائم بحماية القيم الدينية والأسرية وإعلاء قيم الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع بالتوافق مع الدستور والمثاق العربي لحقوق الإنسان وأكد الزياني أن مملكة البحرين ماضية في إنجازاتها الحقوقية والتنموية الشاملة والمستدامة بروح فريق البحرين وبالتعاون المخلص بين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحرص على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 ترجمة نانسي قنقر